أكد مستشار النمسا كارلاني هامر أن مصر تعد بمثابة حجر الراسخ للاستقرار والأمن في شمال إفريقيا وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أسيسي أشار المستشار النمساوي إلى ما تسببه تطورات الأوضاع في دول جباري مصر ومن بينها سودان من مشكلات وتحديات متعددة ونحن نحتاج في النمسا خبرات مصر في هذا الصدر حيث عانت مصر من إحدى الضربات الهجمات الإرهابية أيضا مؤخرا والتعاون مع مصر مهم وأن نفعل جميعا ما بوسعنا لما فيه الخير لشعبينا في انتبادل المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية في الوقت المناسب أيضا تناولت محادثتنا أيضا الهجرة غير الشرعية دعوني هنا أؤكد أنني أحترم كثيرا كل ما قدمته مصر فيما يخص استضافة أكثر من ثمانية ملايين لاجئ في مصر فهذا إسهام كبير للغاية يشكل يهدف إلى الأمن القارة الإفريقية ويمثل عبء أيضا على الأجهزة الأمنية المصرية في مكافحة تهريب البشر وفي هذا الصدر سيكون هناك المزيد من التعاون بين أجهزتنا وبين بلدينا شكرا